أهلا بكم بحلقة أولى من سلسلة أفضل لعبه. هاي السلسلة هي سلسلة جديدة حنجرب إنمشيها بالقناة والسلسلة هي حيكون فيها تحدي بين الألعاب. ألعاب أنتو بتحبوها ما بتحبوها بتعرفوها ما بتعرفوها. هاي السلسلة هيكون فيها رأي العالم باللعبة رأي ورأي أنا الشخصي ورأي بقى المشاهدين تبع القناة لنشوف مين هي اللعبة الأفضل. نوه لموضوع أنه مو الألعاب من نفس النوع نفس الجنرة الألعاب ممكن تكون كلابة من مكان يعني مثلا ممكن تكون مع كرة قدم ما مهم يكونوا نفس النوع هو هاي سلسلة غريبة شوي شو ما بتحبوا أنتوا ألعاب تتنافس كتبوا ليها تحت بالتعليقات طبعا إذا تحبك سلاسل وفعب هذه الشغلات ما تنسى أنك تشترك بالقناة وتفعل الجرس تعمل لايك للمقطع مشان تشوف المزيد من هالمقاطع أو المقاطع ألعاب موجودة تانية بالقناة مرة ديت طبعا جبنا هذا الشيء اللي هو يعتبر رأي العالم حوله برول ستارز وكلاش رويا هنشوف شوهم يقولوا العالم بعدين أنا حنوه ونشوف النقاط ونشوف بالأخير شو مين دوير بح خليكم لنهاية المقطع لأنه في كتير شغلات كتير دورت للاقيت هاد أحسن شيء أعرض لكم يا وفرجيكم يا أول شيء بالنسبة لرأي العالم بشكل عام عن بداية اللعبة أول ما تبلش باللعبة بالنسبة للشعور الشخصي لما تلعبوا برول ستارز هو شعور حلو ومسلي جدا بس هو الفكرة أنه أغلب الناس اللعبة بتعطيك شخصية شلي اللي هي شخصية واحد حامل بارود يخينا نقول ولكن أغلب الناس اللي بيلعبوا اللعبة ببداية بيتطروا أن يلعبوا بنفس الشخصية يلي هي شلي لغاية ما ينطلقوه باللعبة هي شغلة حلوة وفن بس مشكلة أنه ما عندك خيارات بأنك أنت تختار شخصية بينما بكلاش رويال أنت لما تبلش اللعبة أنت بيكون في عندك مجموعة البطاقات ممكن تنوع فيها شوي لتختار البطاقة أو البطاقات التشكيلية اللي بتناسبك أكتر بقى كبداية اللعبة الحماس عالي ببرول ستارز ولكن كلاش رويال في عندك خيارات أكتر كلاعب جديد أنك تلعبوا وشان هيك بنعطي واحد صفر لكلاش رويال كبداية بذكر أنه هذا المقطع إذا أنت بتعرف هالألعاب تعطينا رأيك وحتى حيكون فوق في كمان فوت بتحب أكتر كلاش وبلاقي أقوى كلاش ولا أقوى ببرول ولا الاتنين أتبعض وكمان إذا أنت ما بتعرف اللعبتين اللي تعرف شو تختار لأنه مقطع عشر دقائق هيحدد لك لعب يمكن يكون أكتر من مئة ساعة أقل شيء بعرف المدمين اللعب هدول اللعبانين أكتر من هيك بكتير حتى تكتبولي كم ساعة بالنسبة للتقدم باللعبة وهدول الشغلات اللعبتين هني لعبتين فري يعني لعبتين هني ما بتدفع عليه هون مصاري ولكن أنا لك ولما ما ناقش كتير معناها أنا موافق مع رأي العالم لما ناقش بلكن أنه لا رأي العالم مختلف رأي العالم نقصت فيه الأجانب أو العرب برة القناة أو أي شي مثل ما مخطوط بريددت الفكرة أنه أنه أنت لما بتلعب بقلب برول سارز بقلب بكلاش رويال فينا نقول أنه التقدم باللعبتين كثير حلو كألعاب مجانية ولكن فينا نقول أنه كلاش رويال هي pay to win أكتر يعني أنت بتحتاج أنك تشتري أكتر بعرف أنه في عالم لعبوها كاملة بدون ما يدفعوا شي وبرول ستارز نفس الشي ولكن أنا لابت اللابتين وبقدر أقول مثل ما هن العالم قايلين برول ستارز بدون ما تدفع شي فيك بسرعة توصل للعالمية كلاش رويال لو ما بتدفع شي بدك وقت أكتر لتعمل تلفيل لا تقدر توصل للعالمية خصوصاً أنه هديك تشكيلة كاملة بينما هون أنت فيك تطور شخصية واحدة تطور 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 فيها وإذا النتيجة بتصير واحد واحد بين برول ستارز وكلاش رويال بالنسبة لها المقطة اللي عم بيحكي عليها بالنسبة لموضوع لفل الأكاونت وليفل الكروت وهدول الشغلات يعني بتقد أنه كمان نفس النقطة اللي حكيناها هلأ مرة تانية إن كان إنك لك توصل للعالمية برول ستارز ما في داعي تدفع بنفس الوقت إنك تلفل شخصية برول ستارز للمكس أسهل من إنك تلفل تشكيلة 13 بكلاش رويال ماكس كمان برول ستارز تاخد نقطة هون وبتصير برول ستارز 2 1 وندخل بقى يعني تقييم العام وكل شي قديش فيه خيارات باللابة وجنود وأبطال وهذه الأشياء بالنسبة لهذا الموضوع الخيال والكمبينيشنات والخطط بكلاش رويال أكيد أعلى بكتير طبعا لصة مو لأنه اللابة أقوى أو أضعف السبب لأنه كلاش رويال هي عبارة عن تشكيلة بطاقات يلي هنا جنودك يلي أنت صار باللابة في كتير بطاقات وبالتالي صار فيه مئات التشكيلات مئات التشكيلات بينما ببرول ستارز أنت محكوم بهال خلينا نقول 22 أو 25 بطل موجودين باللابة خلينا نقول مثلا أو عم تشوف المقطع هلأ أنت بالمستقبل 30 بطل يعني بالنهاية عندك 30 بطل وبالنهاية كل بطل تقريبا نوع التشكيلات بالنهاية هشو هيطلعوا إذا بدك تلعب عن مبدأ التشكيلات وإذا تلعب بشكل فردي بنمط الشو داون أو كذا هن كم شخصية وبالتالي كتنويع وكتشكيل بتربح كلاس شوية لهذا الموضوع ويرجعوا للتعادل هون بنقطتين لنقطتين بالنسبة لمستوى ومهارة اللعب مهارة اللعب اللعبتين فيهم لفلات كتير من مبتدئ لمتقدم لمحترف لبطل العالم يعني فيه لفلات كتير ولكن بدنا نقول احنا انه كصعوبة برول ستارز انت اكيد بدك تكون لاعب كتير قوي ولكن انت عم تتحكم بشي واحد بس يلي هو البطل تبعك يلي هو عنده ميزات كلاش رويل انت عم تتحكم ب الجهتين في عندك جهتين تهجم منهم أو جهة ولي هو حسب المود يعني بس انه عندك كذا كتير ان شاء الله هنتفكر فيها وما بتعرف شو بدك تنزل قبل شو وفي عندك حسابات حسابات قدية معك مانا أو قدية معك الكسير بالأحرام بقول مانا وهذا السحر لكل الألعاب بشكل عام سوى الكسير بهذه اللعبة اللي معك أكتر ما بعرف مين هو وبالتالي صعب تتخذ القرار الصحيح وبالتالي العالم صوتين انه فعليا أصعب من هذا المبدأ بس أنا شخصيا ما لكتير متأكد من هذا الموضوع لأنه لعبت اللعبتين واتنتين في هون المستويات بس حننمشي مع رأي العالم ونقول 3-2 لكلاش رويل أي اللعبة الأكتر يلي بتصلح إي سبورت مثلا أي اللعبة الأكتر في أسباح رياضية بعد التجارب حسب ما عالم جربوا برا وهذا جربوا بطولات كلاش رويل وجربوا بطولات برول ستارس طبعا حسب ما هنه بيقولوله هو أنه الصعوبة أكتر بالمستوى العالي كتير بالبطولات هو بيكون لمصلحة برول ستارس أنا شخصيا ما بقدر كتير كون مع هذا القرار بحسا متعادلين ما فيني يقول هاي أو من هاي لأنه كنا بنحكي بالبند اللي قبلو عن طريقة اللاب وبالتالي بالبطولات نفس الشي بس البطولة شو ما هنهت بطولة يعني أنت اللاعب اللي بيعرف كل شي بقى هنه اعتبروا أنه واحد كتير قوي بكلاش رويا وبيعرف كل شي واحد ببرول ستارس كتير قوي هون بتصير أنا برأي تعادل صعب أنه نحكم إلولي أنتوا رأيكم بس هنه هون حاطين أنه برول ستارس تربحوا وترجع النتيجة لثلاتة ثلاتة أيها اللاعب فيها تفاعل بتحس أنه في كتير عالم بيحكوا بلتشات وبينظموا وبينسقوا وبيعملوا شغلات بلتشات وبصير فيها علاقات قوية بينما بكلاش رويا مشيت على خط كلاش كلانز أنه بالتحالف العالم ممكن تتعرف على بعض أكتر نوعا ما هنقول ما فيه ببرول ستارس هنقول مين الأكتر كلاش رويا كان فيها أكتر فيها حروب لكلانات فيها أكتر داخل اللابة أو كلانات والشغلات أربعة ثلاثة إلى كلاش رويا أي لابة عندها قوة أكبر أنه تتطور أنه تصير شيء بالمستقبل هنه هون قايلين بالعالم فعليا وفيها مودات ممكن يزيد وهذا هذات أن العالم قايلين أكتر هلأ برول ستارس أحد الأسباب لهذا جواب مو بسبب اللابة هكي ممكن تكون لعبة قديمة ممكن جديدة بس تذكروا أنه كلاش رويا أقدم بكتير من برول ستارس كلاش رويا عملت كل شيء تقدر تعمله تقريبا ووصلت لمكان برول ستارس لسه ما عملت كل شيء تقدر تعمله بقى ممكن توصل وبالتالي نقطة لبرول ستارس وصارت أربعة أربعة بالنهاية أي لعبة هي الأفضل هون بيجي القرار لإلكون أنتو كمشاهدين وهون العالم أغلبيته صوت والتصويتات كانت متقاربة كتير لصارت النتيجة خمس نقاط لبرول ستارس وخمس نقاط لكلاش رويا أنا شخصيا بمشي مع رأي العالم أنه أنا بعطيهم 50-50 ما بقدر لعبة التنتين التنتين كانوا كتير حلوين التنتين بدون مئات الساعات من الألعاب حكينا عن البروز والكونز يعني الميزات والسيئات ببعض اللعبتين بس ببقى أنتو تكتبوا لي في تصويت طلع فوق مارفة إذا كبستوا عليه وحطيتوا أي لعبة بدكم بس رغم هيك كتبوا لي بالتعليقات يا أما كلمة بس برول يعني أن أنت بتلاقي برول أقوى أو كلمة كلاش يعني أنت بتلاقي كلاش أقوى وإذا التنتين برول وكلاش هاي بكل بساطة هيك تذكروا أنه هلأ إذا ما اشتركوا القناة اشتركوا تعملوا لايك وتذكروا تكتبوا لي تحت شو بتكن ألعاب نعمل فيها منافسة نشوف من أفضل اللعبة والسلسلة لسه في الأفكار كتير ما هأفضح يعني ما هقول كل شي هلأ بس إن شاء الله تستمتعوا فيها وبعد زور السلسلة هاي بيكون بكرة إن شاء الله حيكون العيد أتوقع باقي العام وإنتوا بخير سلفا إن شاء الله تستمتعوا بأيامكم ويكون عيد جميل ومبارك عليكم وعلى العيلة وعلى الجميع ويلا انتظرونا بمقاطع قادمة إن شاء الله كما قلنا عمر أول جانجي جنوان ومع السلامة